يعقد وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم جلسة مباحفات مع سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الارلندية في سياق آخر أكد شكري أن مصر لم تتلقى ردا حتى الآن من الجانبين الاثيوبي والسوداني بشأن مقترح مصر الاستعانة بالبنك الدولي وسيطا محايدا في مفاوضات سد النهضة الفنية الثلاثية نافيا ما تردد عن طلب مصر استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية بشأن دعاءات صحيفة ميروك تايمز الأمريكية شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن ما نشر من تسجيلات ربما جاء من أجل أغراض سياسية وهو لا أساس له من الصحة